يلا بهذه الأغنية الجميلة نوصلوا إلى حلقتنا لنهار اليوم وكذلك نستقبل محمد موفق وكذلك اللي شفتوه دايما قام بحركات رقص المعاسة معنا أبو رحلة شاكير صباح الخير صباح الخير عليكم رحبا بيك شكرا على هذا الأداء الرائع منك شكرا شكرا طايعي شكو كذلك محمد صباح الخير شكرا لك سارة صباح الخير صباح الخير صباح الخير يلا وش حضرتنا اليوم أخبار دايما الفقرة الثقافية كما نشوف الحقنا لنهاية الأسبوع أكيد ودرنا حوصل على كشوى صاري في الساحة الفنية الثقافية البداية حتكون معا سعد المجرد لمسلسل اتهامة ما حبش يخطيه دايجا شفنا عنده هاد الاتهام الثالث أنه دائما في عملية اقتصاب لفتاة فرنسية لكن تم إطلاق صراحه كما كنا شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا كبرى القنوات الإعلامية لكن هو الآن أطلق صراحه مؤقتا بارك باش نأكدو الخبر وهذا كان من خلال تصريح لي كان صرحه الوالد ديالو قال أنه سعد راهو في كل حرية أتامة لكن فيه وسائل كثيرة لي قالت أنه هو أطلق صراحه كان مؤقتا في انتدار وش حيصة تأكيد وقيم لأنه في مواقع أخرى قالت أنه براءة لكن ما زال ما زال ما قالوش ما زال الخبر صحيح ما زال منتاشرش لكن السبب يرجع لي نعرف أنه قضية سعد المجرد هو أنجلوفون كما يعرفوا كامل الناس كان عرضوه في إحدى البلاطوات في فرنسا وكانوا يترجموه باللغة الفرنسية هو لما كان في الاتهامه مع الفتاة الفرنسية بمشكلة الاختصاب كما عرفنا هو سيئ أنه يتعلم اللغة الفرنسية وكان طلق الأغنية الأخرانية ديالو باللغة الفرنسية هذا السبب لي كان خدا التحدي ممكن هذا هو السبب لي خلوا يلفقوا له قضية أخرى ويقولوا أنه وتهموه بعملية اختصاب نحن نتمنى له البراءة لأنه أغنية دارت بوم كبير وحقق نسبة مشاهدة كبيرة كما دائما تعودنا أن نشوفها من خلال برنامج الصباح الشروق إذا كان كذا بلونكا كذا بلونكا أكيد نروحوا إلى السينما السلسلة اللي كانوا كامل ناس يسنوها هي قيم أوف ترانس في ويتلي جاعة الناس كانوا يسنوها أنها راح تكون في فبريه 2018 هذا المرة ما راح تكون في 2018 وإنما راح تكون في 2019 وبالزاف ناس اللي كانوا فرحانين بالصحة تأسفوا لهذه السلسلة ونعرفوا أنه في أوروبا وحتى في هوليوود باكزامل لما يدير سلسلة تتواصل لأننا نشوفها حتى السلسلة الثامنة وهذا دليل على نجاحها وسبب يرجع إلى نقص المؤثرات السينمائية تعاها هذه السلسلة سبب لخلها أنها تتأخر حتى 2018 إذن هذا بالنسبة لثاني خبر من عند محمد الموفق راح نرجع لك لكن قبل هذا خلينا نسألوا كذلك شاكير يعني كيف شبديت الرقص شاكير أنا الرقص كنت أختارها أنا كنت موسيسية أهه أختارها رحت لتانا مع أماما مع رفاقتي قالوا لي أنا مع أماما كسي حمزة إتميكيداش أهه لنحييه اليوم داني المسرح الوطني محيدين بشتارزي أهه داني شفت الرقص المعاصر أهه لما كنت نعرف ما كنت نعرف الرقص المعاصر وآداء يهضروا كلمات عبر الجسد صح يعني كنا كنا نشاهده مع بعض في بداية الحلقة يعني قدرت نقوله حركات رقص المعاصر كما قلت لنا ولكن مفهمنا شوش هي الرسالة اللي حبيت أنك تلحقها الرسالة إذن في الرقص المعاصر هي رقصة كما قلت لكي نعرف المعاني هي تعبر يعني تعبر تعبر عن معاني تعبر عن معاني تعبر عن معاني تقدر تعمل بزاف حاجات يعني مثلا كما نشاهده هذا كما قلت وش رسالة اللي كنت حب تخبرها مع اللول كنتي تقول لكي تقول لكي تحب تخبرها رسالات كنت نخدم بزاف تحب تحب تجرب في حالة ثم كما نسميها تحب تحوصي تحب تهوات الآن على الاوثم تحب 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 تحوصي ونобщك تدرب شكل نضرب من الأجان ولا نروح نخدم فيهم بسانا جوني غالما ندرب في فرميزان تنتجونت على القببة بالصح يقع التشجيع تشجيع معناش تشجيع غير رجال الرقص المعاصر ما شاركت فيه شاركت فيها بقتسي في هذا الدرني فسيفال الانترناسيون 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 اللي اسمه وها فوزيون كنت فيها دارة في أوبيرا وكنت مع مع السيكسيون تاع امريكا هذا بالنسبة للرقص المعاصر لش يعني خيرت بذات الرقص المعاصر انا مع اللوفي لم يبدأ بالرقص المعاصر صافي عامين بيت للرقص المعاصر خيارة الرقص المعاصر مع الاخر خاطرش تو سمبل ما عرفت بالرقص المعاصر تقدر تقول فيها تقدر تسل رسالة يعني تعرضها من خلال تبعت رسالة لبزاف الناس ماشي بالكلام ماشي بالكلام ماشي بالحركات الجاسات ماشي بالحركات الجاسات نحقوا دميصاج على السلام لابيكين وغيرها من الموادع نبقى دائما في الرقص ونعرفوا انه كل دفواش